النهاردة في كعس العام الأندية منتيري كسب الجزيرة 3-1 في مباراة المركزية الخامس والسادس والهلال عمل مباراة كبيرة جداً هل سؤودي عمل مباراة كبيرة جداً قدام تشالسي الإنجليزي هل النهاردة خسر 0-1 قدام تشالسي هدف كان من خطأ دفاعي صعب جداً من الهلال سجلوا طبعاً لوكاكو الهدف الكبير عشان تشالسي يصعد ليه النهائي ويواجه بالميرس في نهاية هذه البطولة والهلال يضرب موعداً رائعاً مع النادي الأهلي على المركزين الثالث والرابع يوم السبت القادم إن شاء الله الساعة 3 عصراً مواجهة عظيمة مواجهة رائعة لكلاسكو العرب الهلال والنادي الأهلي الهلال عنده فرقة رائعة جداً والأهلي كالعادة عنده فرقة رائعة جداً واسم كبير جداً في القرى الأفريقية فالمواجهة دي مواجهة حلوة تتفرج عليها أنا النهاردة كان نفس الهلال يكسب من منطق إنه حابب إن الهلال السعودي فريق أشقاء وفريق أستحقه وفريق مجتهد وفريق رائع وعنده لعبين رائعين كنت حابب أشوفه في النهائي كاس العامل عنده بس في نفس الوقت كنت حابب أفرق على المواجهة بتاعت الهلال والأهلي حلوة هتكون مواجهة حلوة أوي 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 في البطولة واحدة من أهم المباراة يمكن اللي هيبقى فيها هندية لتلعب في البطولة داية بين الهلال والنادي الأهلي متوقع فيها أهداف ومتوقع فيها إصارة شديدة جداً وأداء رائع جداً من اللعبي الفريق إن شاء الله مواجهة عظيمة بين أشقاء رائعين سواء النادي الأهلي أو نادي الهلال بالمناسبة فريتين اللي عموا مع بعض قبل كده أربع مباراة فازي الأهلي مرتين فازي الهلال مرة وتعادله مرة واحدة أول مواجهة كانت بين الأهلي والهلال في دي أول مواجهة للأهلي والهلال في المنديال وتاني مواجهة بين الأهلي ونادي سعودي كان الأهلي قابل الاتحاد في 2005 وخسر واحد سفر تفاكرين أول مشاركة للنادي الأهلي في كاس العامة الأندية في 2005 كان خسر بهدف دون رد أمام الاتحاد ودي تالت مواجهة بين الأهلي وفريق عرب الاتحاد الأهلي وجهه في 2005 والدحالي القطري لأهلي وجهه 2000 اللي سنة اللي فاتت 2021 عموما مواجهة كبيرة مواجهة رائعة إن شاء الله تاريخ مواجهات الأهلي مع الأندية السعودية الأهلي لعب 16 مرة مع الأندية السعودية فاز في 7 وتعادل في 5 وخسر في 4 وسجل 22 هدف واستقبل 15 هدف ده الأهلي قدام الفرق السعودية عموما مواجهة حقيقي يتقال عليها مواجهة منتظرة يعني يوم السبت إن شاء الله هنطلع بإذن الله بالليل بإذن الله هنكون بنتكلم على مواجهة بين أشقاء تبقى مواجهة محترمة الفرقتين يقدموا أداء محترم في روح رضية وفي أداء عالي جدا من الفرقتين الفرقتين بتكلم أهم فرقة في القرارة الأفريقية وأهم فرقة في القرارة الأسيوية أهم فرقين تقريبا في الوطن العربي من أهم الفرقين أو أهم الفرق في الوطن العربي سواء النادي الأهلي أو نادي الهلال السعودي نستمتع بهذه المواجهة الكبيرة بإذن الله ترجمة نانسي قنقر